المسؤولية لعبيه كالعادة ويفرحه جماهير الكرة المصرية بفوز جديد يأمن مباراة العودة في النهاء الكبير نهاء الحلم للشام ينزل لي جل أفريكي ويتواء طبعا في مونديالا العالم للأندية إن شاء الله في الإمارات هذا العام بدأ اللقاء مشاهدين الكرام على اليسار تطلع كرة تانية أمامنا هنا مصطفى محمد طبعا زي ما قلنا معار عامة من الآن زماني قادة لعب الكرة الرأسية يسيبها حلوة بشكل زكي ودي تسينة الهدف الأول الهدف الأول في الديهة الأولى يخلصها هنا أمامنا مع أول ظهور لجوزيف بيسا لعب الغاني يا تألك يا تألك لكن ايه ايه سبها سبها بشكل إيجابي اللعب مصطفى محمد لأنه كان في موقف تسلل وجوزيف بيسا كملها وسددها وخلص الهدف الأول في الديهة الأولى ينجح أمامنا هنا جوزيف بيسا اللعب الغاني في إحراز الهدف الأول جول أول لفريق نادي تانتا جول تفوق لفريق نادي تانتا على أرض الملعب وخالد عيد فرحان مبسوط بالتأكيد الفوز يعني ينطفد به فريقنا دي طنطة لو فاز النهاردة لو كملت لسه بدري لسه بدري وزي ما بنقول دبل ايج وابلس لاحظوا حدين الهدف المبكر اما تحفظ عليه لكن زي ما قلنا لسه بدري لسه بدري المباراة يعني لم تحسن بعد لسه الأمور على أرض الملعب والوقت كبير للتعويض والتفوق كمان وليه ملاه ليه طبعا رفاق عماد سليمان ودي أمامنا تسديدة وهنا أمامنا تطلع بره 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 لف ودار وسدد وسدد ولكن ما زبطش الدقة في التوجيه في قلب الدفاع ترجع تاني سيطرة واستحواز حصار هجومي من فريقنا دي طنطة هذه العرضية والرأسية الرأسية لكن ايه ما توقعش انها هتمر سددها كده برأسية من الثبات من الثبات لكن أعلى القائمين والعرض أسعد الركنية هذه أمامنا الركنية على القائم القريب ولكن يطلع في تويط المثالي أحمد مسعود لسه الكرة فرصة بيسا ممكن يسدد مشيت معاودة زيدة والهدف التاني هو 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 الغاني 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 قلنا هنا في سلطان غاني اسمه جون أنطوي لكن بيرد بيقول كمان أن سلطان غاني موجود على أرض الملعب جول تاني لفريق نادي طنطة جول التفوق الأكثر والتعزيز الأفضل لفريق نادي طنطة على أرض الملعب اتنلا شيء وبهدفين من قدمي اللعب جوزيف بيسا الغاني اللي النهاردة قرته مجنناني يستغل الفرص أجمل استغلال مهاجم عنيد وها يعني حيران عماد سليمان حيران ما تغيرش كتير سليمان واحد عن سليمان اتنين لكن لسه أول مباراة طبعا معذور 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 عماد سليمان عنده عنده كتير جدا كمدير فني تقيل ولكن يعني بيصدم بفريق نادي طنطة لي بيكسب الثقة والخبرات حسني فتحي ثنائي من حائط صد موجود هادي أمامنا البانية عملت فيها الجابة اليومنا ريدا العزب عنده عرضيات حلوة هادي أمامنا العزب وتزيدة والأجمل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد من هنا البكرة يا ولد مصطفى محمد هو هو هذا اللعب القناص العنيد الموهبة على أرض الملعب يضع عدف هو الأجمل في أدوري الممتاز في هذا الموسم جول تالت لفريق نادي طنطة جول التعزيز بالتلاتة النهاردة لفريق نادي طنطة في ايه في تمانية وعشرين دقيقة يخلصوها يخلصوها حسموها إكلينيكيا قبل أن تنتهي فعليا هذه المباراة ويخلصها مصطفى محمد يا ولد يا ولد يا ولد وايه ملعوبة تكتكية زكية لا 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 طنطة شغلة عالي الجودة عالي الأداء في هذه المباراة وفي هذا الموسم بشكل عام ابتده بشكل حلو هزيمة واحدة فقط ودي شوف اللعبة التكتكية الزكية ملعوبة على خط واحد العزبت عملت حلوة وزي ما بيقول لما بيكون في حالته وبيكمل في التلت اللجوم يخرج من عمق دفاع فريق نادي طنطة وده مش نافع مش نافع خلاص مقروع لكن أمامنا حلوة لسه بيرد عليها والتزديدة التزديدة فوافي 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 هذه أمامنا اللعب من متغشكر قلنا قادم تلات نقاط من أهل القمة نادي الإسماعيلي والمصري المرسعيدة أصحاب تلاتاشر نقطة قادة أمامنا فراد فرصة أمامنا حلوة 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 هو الهدف ياه يضيع 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 أمامنا هنا أخطر فرصة وأخطر هاجمة كان هيجيب السنائية حال وحال جوزيف بيسة أمامنا هنا مصطفى محمد تلات أهداف حتى وإن كان لديه شوت وفي هذه اللحظات مشاهدين الكرام يطلق أحمد الغندور حاكم اللقاء صفرة نهاية أحداث الشوت الأول تلات ألاشئ جوزيف بيسة ديئة الأولى ودية 18 ودية 28 طبعا مصطفى محمد كان هذا كل ما لدينا في حداث الشوت الأول شكرا لكم نلتقي بإذن الله مع بداية حداث الشوت بسم الله الرحمن الرحيم العودة من جديد مشاهدين متابعين عبر شاشة أونسبورت وأحداث الشوت الثاني من مباراة تنطى مصر المقصة في افتتاح مباريات الأسبوع السابع من الدوريا المصري الممتازة موسم 2017-2018 شوت أول انتهى بتفوق كبير تفوق يعني كسح زي ما بيقولوا هذه أمامنا النقلة تنقل فيها الجبهة اليسرى عنده فرصة للعرضية أمامنا هنا أحمد سامي وادة العرضية لحدود مطيط الجزاء بتتعامل فيها تسلل فيها تسلل هدف أبيض هدف أبيض أمامنا هنا النقلة واللمسة من جانب اللاعب بولان فوافي لجون أنتوي ليسدد فيها المرمة لكن أنتوي أنتوي هو اللي عملها وطبعا تسلل واضح وصريح إيريك تراوري هو اللي كان في موقف تسلل أمامنا هنا البوركيني يعملوا شغل جمالي وادة عالي قادة أمامنا حلوة فرصة البينية أنتوي سندة حلوة يتزديده يا ولد يا ولد يا ولد حلوة 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 الشحات حسين الشحات يضع هدف من أجمل أهداف الدورة النهاردة مباراة الأهداف الجميلة الحقيقة جول أول لمصر المقاصة جول التقليص لمصر المقاصة تلاتة واحد يعود في الديئة سبعة وخمسين أمامنا هنا اللاعب حسين الشحات صاحب الستة وعشرين عام ابن الدخان الشرقية وطبعا منذ موسم 2014-2015 معفرين نادي مصر المقاصة لكنها تلاتة حلوة برضو تكتيكية زكية كل الأهداف داني البينية في ألجابة اليومنا الرؤية حلوة بناءلة حلوة فرصة هادي أمامنا الانطلاقة حسني فتحي عنده العرضية ورأسية والهدف يضيع 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 كالعادة جون أنتوي أحرز أربع هدف في هذا الموسم ولكن يعني ضيع أكثر نادي تنطى لتأمين الأمور في ظل الخطورة اللي بلعب بها في نادي مصر المقاصة مع بداية أحسن الشوت تاني أدي أمامنا تتعب على برة والتزديدة حلوة حلوة الفكرة حلوة الفكرة حلوة الفكرة والشحات كالعادة أحد المدفعجية أمامنا هنا ليه المركز الثاني وتمثيل الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم شيء رائع لكن لسه أدي أمامنا المرور يا ولد يا ولد يا ولد بولان فوافي عدى ومرة عملها حلوة 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 ملعوبة تكتيكية زكية ومر وعدة اللعب بولان فوافي عملها بمهارة وحطها البرة حلوة والشحات يسدد ولكن التألق في هذه اللحظات من جلب إسلام طارق أدي أمامنا طارق سقط في هذه اللحظات يعني سقوة تكتيكي برضو لأنه تاني لفرينا دي طنطر تتلعب العرضية حلوة أمامنا والتسديدة والتسديدة يضيع يضيع مصطفى محمد ارتقى وسدد الرئاسية ولكن تمر أمامنا هنا الموهوب الفنان لا لا فيها الجابة اليسرى أمامنا الانطلاقة عاصم سعيد يعمل البيانية إيريك تراوري تراوري مر 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 ممكن يسدد عمل العرضية والتسديدة والهدف 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 الثاني جول تاني لمصر المقصة هو النهاردة بتخصص هو النهاردة بتخصص حسين الشحات يا ولد نص ملعب لكن بيكمل في التلتة الهجومي بشكل أكثر من رائع ريمونتادة واضح على أرض الملعب من اللعابي نادي مصر المقصة يظهروا بقى فعليا في حداث الشوت التاني بعد الشوت أول كان سلبي بيستكش فيه الرجل اللي أمامنا على الشاشة الكابتن عماد السليمان استكشف الفريق في حداث الشوت أول استعبل ثلاثة آه لكن ايه قبل عشرين دقيقة من حداث الشوت التاني وفي دقيقة سبعين يحرز حسين الشحات بقى هو اللي أحرز الهدف التاني بشكل أكثر من رائع وكل الكرات وكل الأهداف النهاردة ملعوبة حلوة حلوة وشوف أمامنا قطم على بره بشكل حلوة أوي إيرك تراوري ظهر وبان عليه الأمان وسدد للخطو تتلعب تاني على حدود مطيات الجزاء فرصة الشحات أنطوي حاول يمر ولتزينها ممكن ياه يضيع يضيع ينقذ هدف التعديل في هذه اللحظات في الزحمة كاد أن يحرز هدف بنفس الشكل وبنفس الطريقة الحاضر البشري الحاضر لتغطية زاوية على إسلام طارق قادي أمامنا هنشوف التزديد هو دي التزديد الأرض يهو الهدف 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 التالت ياه ولد هو 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 الشحات المدفعجي قلنا خلوا عنيكم على هذا اللاعب جول تالت لنادي مصر المقاصة جول التعديل لنادي مصر المقاصة يستحقوها بشوت تاني عالي الجودة شوت أول تنطوي شوت تاني مصر المقاصة ما هيمنى مسيطرة وبالتخصص النهاردة حسين الشحات ابن الدخان أمامنا القادم منذ موسم 2014 2015 لنادي المقاصة الخبرة والخبير الموجود في نص الملعب هو اللي يعني ايه بياخد مسئولية التسجيل النهاردة في هذه المباراة سددها أرضية ايه يا ولد على الزكاء كل حقاة الصد كان موجود ارتقل أعلى هو سددها من الأسفل ولا أجمل حاجات من بتاعة ايه دون كريسيان رونالدو الحاجات اللي بتتحطي بإتقان وتقنية عالية حطاها وثبت اسلام طارق ولا عمي نادي تانتا ولا هدف التالت لفري نادي مصر المقاصة مباراة ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى جدت أيضا لكانت تتنين لشيء لدجلة ثم عاد في الأسبوع السادس الأسبوع الماضي كان طبعا عاد في المباراة ودي هنا أمامنا فرصة فرصة وتزيدة يا راجل يا راجل يا راجل أمامنا هنا عادة في الرابع عيدية عادة أمامنا ضغط ضغط سيفي ديني جزيرة وخد الكرة من أمام أحمد مسعود اللي طولها بزيادة شوية مش وقتك مش وقتك خمس دقيق وقت محتسب بدل من ضاقع في هذه المباراة وفي هذه لحظات مشاهدين الكرام يطلق أحمد الغندور صافرت نهاية حدث الشوت التاني وعلى المباراة تلاتة تلاتة التعادل على أرض الملعب يحسم الأمور ونقطة لكل فريق لا تصمن ولا تغني من جوع بالنسبة تحديدا ختم اللقاء شكرا لكم على طيب المتابعة تحياتي في الأخير محمد عفيفي نلتقي في مباراة تنفيد معكم